أنا عندي قطاع الآثار والسياحة لا يدر بأي شيء على المحافظة اليوم بالذات سامراء يعني مليئة بالآثار وفيها المراقد الدينية وأي موارد من الآثار يعني لحد الآن في سامراء تكاد تكون صفر يعني لا شيء مع العلم بيها مدن يعني ضاربة بالعمق التاريخي بيها المراقد المقدسة وكتشين لحد الآن ما يوصل إلى هاي المدن بالأخص سامراء يعني أنا إذا قلت سامراء الآن مظلومة ظلم كبير هذا خافز علم باقي الله محافظة صلاة الدين كلها مظلومة بهذا الجانب إحنا اليوم لربما واقع سامراء التاريخي هو اللي يقول يتكلم عن هذا القطاع نتكلم عن القطاع الصناعي لربما بيجي هي أكثر مكان تضرر التأذية بهذا الموضوع عندما نتكلم عن قطاع الزراعي لربما أقضية أخرى هي اللي حل مهمة بهذا الموضوع تكلم عن قطاع المجتمعي والكذا والظرف الأمني لربما نجي نقول الطوز وغيره فعلا أكثر وهكذا سامراء في مجال السياحة كون أنه هي مدينة ثرية كبيرة مساحاتها كبيرة ظلمت كثيرا في هذا الجانب جد جدا يعني ظلمت ولم توضع مشروع حقيقة لموضوع السياحة والسفر الموجود الموجود في سامراء السياحة الدينية فقط وأنا ما أعتقد أنه السياحة الدينية حققت الناتج أو الإرادة المالية لأبناء المدينة أبدا فعلا حققت جانب معينة جانب التعبدي من عنده هذا التحقق من عنده أما كون أنه حققنا من عنده جانب اقتصادي ترفيه لأبناء المدينة قطعا ما موجوده قطعا ما موجوده أنا يقوله وان مسؤول على هذا كلامي قطعا لم يبنى شيء جديد في سامراء طيل هذه السنوات من إرادات السياحة أبدا قطعة المدينة قليلا أصلا أنا من كنت قبل رئيس مجلس محفظ والله ما أعرف حتى هذا الميزانية واني يقولون أكون ميزانية ما السياحة وسفر وينها ما أعرف ما ينطوه ولا أصلا الأعلمه وين فهذا موضوع يعني مشكلة كبيرة جدا إضافة إلى أنه هكذا مرفع سياحي لو كان بأي دولة أخرى من الدول المتقدمة كان هو بحد ذاته ميزانية حد ذاته مورد كامل لهذا يعني شو أنه سنقول إحنا بير ما النفط فعلا هذا أكبر من بير النفط كان تركيا اليوم تركيا هذا البلد المتقدم الكذا كذا إلى خيري تجاريا وصناعيا وكذا الرقم واحد من إراداته هي السياحة رقم واحد زين وإحنا أصلا هاملين هذا الموضوع ولا حتى وليس موضوع أن الموضوع اليوم يتعلق حتى بسامراء من الداخل سامراء اليوم بيها المدينة القديمة كلها مقتطعة المدينة القديمة اليوم بيها فنادق بيها مئات المحلات التجارية اللي موجودة هاي مصالح الناس وأملاك الناس اللي اقتطعت وماكو يعني ما لقين على أي حل في سبيل حتى أهالي سامراء خلنا نتكلم بالحلول نعم خلنا نتكلم بالحلول أنا أعتقد الحلول أنه إحنا ننظر من الجهات المتنفذة في سامراء نعم ولابد أن يتم الكلام معهم في هذا الشكل يعني عندما يكون هناك جهة مسؤولة مسؤولين يطلعون من هاي المدينة ومن هاي المحافظة يتكلمون مع المعنيين بملف سامراء سواء كان معنيين بالملف الأمني ملف الخدمي ملف السياحة والسفر ملف الديني كل كل هاي المعنيين حقيقة يصير لهم كلام اليوم إذا الكل توفرت إلى مصلحة من تطوير الواقع المدينة سواء كان على المستوى السياحة أو سفرة أو البناء أو العمارة أو كل كل أو فندق أو كل هذا نعم إذا كان هناك مصلحة للجميع بهذا الموضوع أنا أعتقد الكل راح تسرهم به لا نخصص المصلحة لجهة معينة دون الجهة الأخرى جميل زين حتى الأمن راح يقول لي واعي زين الأمن شون يستفاده حتى الجهات الأمنية والموساطة الأمنية تستفيد إذا تحقق الأمن زين راح تستفيد شون يتحقق الأمن إذا تحقق الأخاء اقتصادي بالمدينة أكيد 100% كسب ضلالة على الأجانب الأمني بالتالي الجهاز الأمنية راح يحققوا نجاحاتهم الكافية نعم يعني هو ما مدهم أصلا يصبح المشكلة حتى يروح إلى بالأصل هو شغلة شغلة الجهاز الأمنية أنه يمنع حدوث مشكلة فإذا صار تطور اقتصادي نحن منعنا حدوث المشكلة وهو النجاح الأمني الكبير هذا شوف لحظ الأبعاء تفكيره شنون والسياسة يعني هذا اللي نقول عليه نحن نحتاج رؤية وهذا حال للحلول نحط حلول للقادم كذلك باقي الجوانب الأخرى أنا وفر اليوم سياحة تعال نوفر كل سبل السياحة وفرهم فنادق وفرهم حدائق هذا التوفير للحدائق والكذا خلي يكون إراداته المنتنعكس لها للمدينة فعلي الساحة ما جاهده يمتلك قطعة أرض بالمدينة جاي يريدي يترفر له جاي يريدي يعدي عبادة معينة ويريدي يرتاعه خلاص زين هو يجد أن طفلوسه وممنون بهذا الموضوع خلاص أبن المدينة يقول لك أنا دا أستقبل هاي الملايين كلها علي زين خلاص تفيد من هذا المدينة أنطي فايدة أبني هاي خلاص صغير ساعة مرة مدينة تصير من أعظم المدين محرام عليهم وكذلك باقي المناطق الأخرى إذا ما فكرنا بهذا المنطق المنطق من التفكير أنا أعتقد أن أمر كثير راح تتغير